اشتركوا في القناة الاستقامة لكني ما وجدت المعين ما وجدت المعين مش في الشارع ما وجدت المعين في البيت ابي يحاربني في البيت المعاصي والمنكرات ملأت بيتنا اذا دخلت قالوا جاء المنافق واذا خرجت جاءوا فكه منك من اشكالك اصحابي يحاربونني في الخارج يقولون لي ايام وتنظم الى طائفة الارهابيين وان يروح الشباب طير ان كانوا يحاربون في بيوتهم ان كانت الشاشات والقنوات ملأت البيوت وملأت مسامع اهل البيت يمنة ويطرق اين يذهب الشباب ان كانت المنكرات في البيوت طيب على طرف هذا شاب يستطيع الخروض اذا ضاقت عليه الامور الفتاة وان تروح البنت وان تروح وهي تحارب في بيتها ماذا تقدم لنا الشاشات والقنوات صحشة ورديلة يا اخوان موسيقى والحام امة الجهاد اصبحت تصح وتنام على الموسيقى والالحام وتبيت وتنام على افلام ومسلسلات ايش تغير هذه الامة اذا ما تستطيع الامة تغير نفسها ما تستطيع تغير واقع الاخرين الفتاة في البيوت الفتاة يلاحق الشباب حتى في البيوت اين نذهب ايش وظيفة الاب كل اب يتمنى ان يكله ولا الصالح اليس كذلك لكن في المقابل ايش قدم ايش قدم حتى ينال هذا الفضل العظيم وظيفة كل راعي في بيته انه يهيئ لابنائه ولبناته البيئة الصالحة التي يعبدتها الله سبارك وتعالى وظيفة كل اب في البيت انه يطهر البيوت من الفواحش والمنكرات وإلا ينتظر العقوبة من رب العالمين من استرعاه الله رعية اتمع ايها الاب من استرعاه الله رعية ومات حين يموت وهو لها غاج لم يشم رائحة الجنة من غشها ادخال الاطباق في البيوت من غشها عدم مراقبة البنين والبنات وترك الشاشات والقنوات تعيث فسادا في اخلاق البنين والبنات واحدة تقول اخي يتحرج فيني واخره تقول عمي يتحرج فيني واخره تقول اعتدى علي ابي وين يرحوهم طيب اين يذهب البنون اين يذهب البنات ان كان الخطر في البيوت اذا لابد اول ما نبدأ نبدأ باصلاح نبدأ باصلاح البيوت ابدأ بنفسك فنهى عن غيها تأمر اهل البيت بالصلاة صلي انت هذا يقول لابي سنين ما دخل المسجد ادعوا لابي سنوات ما دخل المسجد ايه اباء هؤلاء وانا اذا اقول الاب لانه هو الراعن الاب هو المغير الابن يقول سبحان الله بعض الشباب يدخل في عراق وحرب مع اهل البيت السبب المنكرات لا يجد من يعينه بل المرأة المكينة الضعيفة حين ادخل دوجها الطبق قالتنا انا او الطبق قال بل الطبق انت تخرجين من البيت اثر الاباء شهواتهم ولداتهم وغفلتهم على ان على ان يطيعوا اوامر الله واوامر رسوله كيف يتغير الواقع لابد على كل منا ان يقوم ان يقوم بمسؤوليته بعض البيوت دخلت في مواجهات بين الابناء والبنات السبب الحرب على المعاصي بعض الابناء ما استطاع يتحمل ما استطاع يتحمل قال كيف اتحمل وانا ارى خواتي يبسدن امام عيني كيف اتحمل وانا ارى ابي فيه من الدياتهم الله بلا عليم اخواتي ينظرن الى المشاهب الاباحية في الشاشات والقنوات وابي لا يحرق تاكت الى متى انا اذكت الى متى يذكت الشاهب متى يستطيع ان يتحمل مثل هذه المناظر يقول اخر مع الوقت اكتشف مع مثل هذه اكتشف ان اختي لها علاقة مع رسل ايش اصمع ماذا اصمع اتقاتل مع ابي ام اخبز من البيت هذا هو الواقع اليوم يا اخوان هذا هو الواقع اليوم يقول اكتشف ان لاختي علاقة لكن من السبب السبب الذي وصفر لها اسباب الضياع في البيت شاشات وقنوات ايش يعلمونهم ماذا تعلموا من اكاديمي الساب تقول تلك تعلمت انه لا حرد ان البنت تكون لها علاقة مع الرجل لا حرد ان تتعرف عليه لا حرد ان تتعلم في نون الحب قبل قبل الجواج سبحان الله في البيوت من الدياتة ما الله بيه عليم ونسكت يلام الشباب اذا دخلوا في مواجهات ومصادمات مع الاباء والله ما يلامون لكن نقول اطبر واحتفر وداري اهل البيت بالمدارة ان شاء الله بالصبر والاحتساب يتغير يتغير الواقع اول ما نبدأ نبدأ بتطهير بتطهير البيوت تبني الخطبة ذاك اليوم يوم اعلننا الحرب على الدشوش الحضور اربعة الاف الحضور اربعة الاف في الخطبة يا اخوان واعلنناها حرب على دشوش وقلنا لهم انها فعلت فينا كذا وفعلت فينا كذا وفعلت فينا كذا من منكم سينتظر اليوم من منكم سينتظر لدينه وعرضه المهان ولامته المستباحة دماؤها واعراضها في كل مكان بسبب ايه من المؤثر الاول الاعلام الفاسد الذي خدر الشعوب اصبحت فرى مناظر التكتير والدمار ما تتأثر اصبحنا نرى اصوات الثكانة نسمع اصوات الثكانة ومناظر التهديم ما نتأثر خدرتنا الشاشات والقنوات خدرتنا الموسيقى والالحان خدرنا ترك الامر بالمعروف انه عن المنكر فحنا بأعلى صفوف من استجاع اليوم ما استجابنا خمسة من اربعة الاف لم يستجب الا الا خمسة كيف يتغير الواقع كيف يتغير الواقع الواقع المرير اتمع بارك الله فيه مرحلة مدرسة سنوية تعداد طلابها تمام مئة من منكم صلى الفجر في جماعة لم يصليها الا الا عشرين مسئولية من قلت لكل واحد منهم من ايقضك قال ابوي هو الذي دفعني الى دفعني الى المدرسة اين انت ايها الاب لم تدفعه لاداء الصلاة وطاعة رب الارض والسماء اين انت وانت راه يقبل ويروح مع الاصحاب اين انت وان ترى البنت تحمل جوال وشاشات وقنوات وانترنت ومحادثات الاولاد نعمة لكنهم في المقابل نقمة اذا لم نحسن اذا لم نحسن طربيتهم احد الاباء بعد ان صنع ابنه ما صنع وصنعت ابنته ما صنع جاءنا يبكي يقول اه ما دفرت معهم انا ما دفرت معهم ودفرتهم كل شيء نعم انت ودفرتهم اسباب الدمار فانت تتحمل وزرهم ووزر الاعمال التي عملوها نريد من الاباء ان تسعوا ضمائرهم تسعوا قلوبهم يبدأ بتغيير المنكرات في البيوت نكاح المحارم اصبح امر طبيعي في المجتمع نكاح المحارم اصبح امر طبيعي في المجتمع واصبحنا نطمع قصة كثيرة عن نكاح المحارم في البيوت فهذا اعتدى عليها ابوها وتلك اخوها وتلك اعمها وتلك قالوها السبب الاباحية الجنسية التي عمت وطمت وطمت في بيوت المسلمين ونحن نرى المرسدة واقعة وما عندنا الشجاعة ان لم تكن شجاع فانت ماذا جبان ان لم تكن شجاع فانت جبان وهذا هو واقع كثير من الاباء جبناء لا يستطيعون ان يغيروا الواقع في بيوتهم لانهم انفسهم مالوا الى الشهوات فيرى فساد الابناء والبنات امر عادي لانه فاقد في نفه تعود على الفساد فامرأى استمرأى فساد البنين والبنات ها نحن نرفع الصوت مرة ثانية من الشجاع الذي سيخرج هذا الطبق من الشجاع الذي سينتصر ويسنها سنة مرة ثانية ويأتي بهذا الطبق مرة ثانية ويلقيه امام اعين الناس انتصار المشلنة انتصار اللبينة ولعرفه ولامته التي اصبحت كرامتها تهدر في كل مكان يقول اقول لأحدهم قتل على مدى ايام مضت في رفاح اكثر من خمتين قال لي باك خمتين ما تحرك فيك شيء كلهم من الاصطال والسيوخ والنساء ما يحرك فيك شيء ماتت الضمائر وماتت وماتت القلوب نسأل الله العفوة والعافية من اللي ايش اللي يميتها الزنوب والمعافي رأيت الزنوب تميت القلوب ويذمن الزل ويورث الزل وإدمانها تعودنا على الزل نحن الله العفوة والعافية من هذا الرب في كل مكان وما عندنا القدرة اننا نغير حتى نغير الواقع لابد يكون عندنا شجاعة لابد يكون عندنا شجاعة حتى نستطيع ان ننجو بانفسنا وننجو بالاخرين والله ان نستفينا على رشك الغرض اللهم امننا في اوطاننا واصلح عمتنا ولاس امورنا اجعل ولايتنا في من خاطك والثقاك والسبع رضاك يا رب العالمين طهر بيوتنا وبيوت المسلمين وطهر بلادنا وبلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمع